ألا إن أولياء الله لا خوف على المراز يخزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون له كل مستوى في الحياة الدنيا وفي الأخير فربنا يقول الله ودوت يعني محب لك عطوف ولذلك في الحديث القدسي الذي جعل الله فيه من أجع عباده منين يقول الله عز وجل يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقي وسلطاني لا يمتد أبدا يا ابن آدم لا تخشى من ذي سلطاني وخزائني ما الآن وخزائني لا تنفذ أبدا يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تتعب وضمنت لك رزقك فلا تتعب اوعى تفتقد تتعب يعني يبقى جوارحك تتعب بألبك وتنشغل به انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكت الجوارح تعمل والقلوب تتوكت خلقتك للعبادة فلا تلعب وضمنت لك رزقك فلا تتعب فوعزتي وجلال ان رضيت بما قسمته لك ارحت قلبك وبدلك وكنت عندي محملة وان انت لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلال لأصلط من عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية ثم لا يكون لك منها الا ما قسمته لك يا ابن ادم خلقت السماوات والارض ولم اعيى بخلقها ايعيني رديف عيش اسوقه لك يا ابن ادم لا تسألني رزق غد كما لم اطلب منك عمل غد يا ابن ادم انا لك محب اهي يبتعوا نسبة انا لك فبحقي عليك كني محب انا لك انا لك انا لك انا لك انا لك انا لك